أعلن الجيش الأمريكي عن إطلاق جماعة الحوثي خمسة صواريخ باليستية صوب البحر الأحمر استهدفت ثلاثة منها سفينة ترفع علم مارشال وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن إصابة سفينة نقل البضائع لاكس التي ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها اليونان للقصف بثلاثة صواريخ لكنها وصلت رحلتها كما أفد بيان القيادة المركزية أن قواتها نجحت في تضمير خمس طائرات بدون طيار تابع للحوثيين فوق البحر الأحمر